وإلى خبرنا الأخير إذ أعلنت إدارة تثقف الصحي في المجلس العلى لشؤون الأسرة بالشارقة خلال مؤتمر صحفي عن المرحلة الثانية من برنامج وازن وذلك بمقرها بحضور شركاء الاستراتيجيين حيث تم الكشف عن إطلاق 12 معيارا ستتم دراستها على ما يقارب 22 مؤسسة بحيث تشمل الدراسة 80% من الموظفين في حكومة الشارقة والمتمثلة في بيئة العمل المحيطة والوقاية من الحوادث المهنية وتحسين بيئة العمل النفسية والاجتماعية وتشجيع المشاركات المجتمعية إضافة للتشجيع على ممارسة النشاط البدني أثناء ساعات العمل والإقلاع عن التدخين بجانب دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة